يا صباح الجمال يا صباح الفل ما تيجوا كده نعمل الفراخ المسكرة النهاردة فراخ مسكرة اه النهاردة هنعمل فراخ مسكرة انا سميتها كده بصراحة من كتر جمالها وحلوتها ومعلقة واحدة كده بس من الصوص ده على معلقتين كده رز ينهر ابيض على الجمال والحلاوة مش هتبي محتاجة جنبها اي حاجة بعيدا بقى عن اي خضار وبعدا عن اي حاجة شايفين البصل يا جماعة ده بيجد حرفيا فراخ فضيعة طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا جدا بس الطعم مختلف خالص وفي حتة تانية خالص قبل ما نبدأ ياريت اللايك والاشتراك في القناة انا معي فرخة غسلها كويس جدا جدا وقطعيها للحتة اللي انت عايزت قطعها فيها تمام كده اساس الوصفة معنا يا جماعة بصل كتير دي فراخ بالبصل كتير اسمها مسكرة عشان خاطر البصل بيخليها في حتة تانية خالص معي اربع بصلات كوبال حاجم مبارك حاطهم كده في الكابة سوف اضربهم ضرب نعم على قد مقدر تمام كده قلاص الفراخ معي انا اخليها زي الفل وزي ما انتم شايفين كده نضرب بقى البصل كده وبعد ما اضرب نضيف له التوابل والحركات بتاعتنا كم ورقة لوري كده وكم فاصة حبهان شوية فلفل اسود كتير لان هي مش هيتحط لها غير ثلاث حاجات بس ملح وفلفل اسود وشوية من لاما زعتر لاما روز ماري يعني المتوفرة عندك حطيه متوفرة عندك الاتنين حطيهم خر وبركة مفيش اي مشكلة تمام احنا مبنوقفش على حاجة وزي ما انتم شايفين كده حاجة سهلة وبسيطة كده انا مش هبهضر حاجة كله في الكابة كده تبقى الصانية على قد الفراخ بالبصل فهم اقضي يعني ما تكبريش الصانية قوي انا عايزة كل حاجة مكتومة كده ماشي زي الكابسة كده حط نص البصل كده من تحت زي ما انتم شايفين ونبدأ بقى نحشي الفراخ من تحت الجلد ماشي تبص يعني على قد ما تقدري احشيها في كل حتة بجد يا جماعة التركية دي بتحط لك الفراخ في حتة تالتة خالص مش تانية لا تالتة طريقتها سهلة جدا كده وبسيطة بس ما شاء الله اللهم بارك لما تجرى بيها هتعرف ان انا كان عندي حق زي ما انتم شايفة كده يا ست الناس هنحط بقى كمية البصل التانية اللي معايا كده ماشي بصي افتح الورك كده افتح اي جلدة عندك وحطي كده شوية البصل وقفلي كده تمام طبعا اهم حاجة دوق الحياء كده الملح والفلفل يكونوا مزبوطين جدا جدا تمام كده زي ما انتم شايفة وتدعاكي كله كده بقلب بعده وبعد ما تخلصي خالص البصل بقى على الفراخ هترش بس ما اه رشة كده فلفل اسود من على الوش كده بسيطة ماشي تديت ركاية حلوة جدا وبتتبلت كمان البصل حلو جدا تمام الفراخ دي يا جماعة ما بيتحطلهاش اي مياه لان انت لما بتكتميها كتنة كويسة ماشي طبعا السوان المربعة دي ما بيبقاش لها غطى حلو الكلام بيبقى حلها الوحيد ان انت تحطي فويل حط بقى معلقتين زيت كده من على الوش بيضهالك تكة حلوة بيخليك تاخد لون حلو جدا وبس تدي نطلة الفلفل يا جماعة زي ما قلتلكم وهقمرها كويس جدا بالفويل وحطها على النار على النار هادية كده وتفرج بقى على الجمال والعظمة حاجة كده بجد لو مجربتهاش بعد الوصفة تي حرفيا هتدمنيها زي ما انتم شايفين انا قمرتها كويس جدا ما شاء الله شغال معي وزي الفلة هيت عايز اقولكو بجد حلوة جدا جدا ماشي انا الفلفل الاسود الاويان اللي جيت احطه على الوش لقيته خالصان فقمت ايه لما جبت يعني فقمت راشة كده ماشي خلاص يا جماعة هي تستاوت شايفين يا جماعة الجمال بصوا البصل اصلا بقى عامل ازاي بقى عامل زي سوس كده السوس بقى في حتة تانية خالص بسم الله ما شاء الله اول ما تبدأ النية خلاص تسوي جدا جدا معاك الدخال الشوكة تحيس انها مهرية خالص طبعا تبين مولا على الشوية بقى كويس جدا على فكرة انتي منشارت تحطيها على البتجاز وبعد كده تحطيها في الفرد لو مش مستعجلة تحطيها على طول في الفرد تطلع تحفة بصي اللون كمان اللي انتي عايزاه انا حاست ان الاولان ده كان فاتح ومتمدخلها كمان شوية ومتمتلعها بالعظمة ايه رايك في الجمال والحلاوة اكيد الصناعة تستهل الرايك وان شاء الله لما تجرب الفراخ المسقرة بتاعت دي ينهر ابض على الادمان معاك بس كده بنصص جنب الرز في حتة ثالثة خالص وان شاء الله بإذن الله لما تحطي اللايك كده والفيديو يتشاف ان شاء الله بإذن الله وتجربيها هتدعيلي